عمل كبير أنجزته عن تدمير العراق بعد الاحتلال وبالذات هي الإجابة على ما قاله الرئيس بوش أن المهمة انتهت آل تقديري كان المهمة لم تنتهي انتهت عسكريا نعم لكن بداية المهمة في تدمير المجتمع العراقي وتعميق الانقسامات الكبيرة وإشاعة الفوضى في العراق واللوحة الآن معروضة أين في اللوحة موجودة في غالري وهي يعني مطلوبة من متحف عربي في الوقت الحاضر نعم وجسدت فيها عملية التدمير الذي أحاق بالعراق عمليا هي كما قلت أنه ما حدث في الواقع ليس الجانب العسكري هو الأساس بالنسبة لي الجانب الأساسي هو ما حصل من مسعى مبرمج من قبل القوات الأمريكية لتدمير المجتمع وإشاعة الفوضى وهو ما حدث بالواقع بعد عالبين عام 2003 عندما توفرت القوات الأمريكية كل الحماية لوزارة النفط فقط وسامحت للرعاع أن ينتشروا في بقتاد ويعملوا ما شاءه من تدمير ومن سرقات ومن حرق اللي أهم ما يمتلك الشعب العراقي نفسه مثل المكتبة الوطنية على أقل تقدير أو المتحف الآثار أو مجموعة الأعمال الفنية الموجودة في مركز صدام في حينها فكانت لوحتك عن عن الحواسم أسميتها الحواسم هي مجسم من حماية عمل نحتي عمل نحتي كبير اللي جمعت فيه مجموعة أعمال معروفة في المتحف في المتحف العراقي للآثار وكذلك في الفن الحديث مجموعة الفن الحديث أيضا اشتركوا في القناة